أمس بمقر بلدية أطار أكد لقاء مع بعض عمد ولاية أدرار ومنظمات المجتمع المدني بالولاية وذلك رفقة وفد من اللجنة وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي ببلادنا وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثل سفارة الأمريكية يأتي هذا اللقاء في إطار شرف رئيس اللجنة على إطلاق القافلة التحسيسية حول خطورة العبودية وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع أن ظاهرة العبودية هي جريمة ضد الإنسانية طبقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية مشيرا أن الإرادة السياسية جادة في القضاء على هذه الظاهرة مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فتحت أبوابها أمام أي شكايات أو تظلمات في هذا المجال المداخلات ركزت على مناقشة الوضعية الحقوقية في الولاية وسبولي اشتركوا في القناة